الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله عز وجل في محكم كتابه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عباد الله إن اللسان من جمنة أنعم الله عز وجل على الإنسان بل هو من أجل نعمة من أجل نعمة عنعم الله بها عليه لكنه عظيم طاعته وجرمه إذ لا يتبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان وهما غاية الطاعة والإعسيان وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان فإنه لا تعب في إطلاقه ولا مؤنة في تحريكه وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده واللسان في الخير مجال رحم وللسان في الخير مجال رحم وله في الشر دخان وسحب فالإنسان فكما أن الإنسان فكما أن الإنسان يحرظ أعلى مقامات الدين بلسانه فإنه به كذلك يهوي إلى دركات الكفر والهلاك قال تعالى يهلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من ردوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها الدرجات يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم عباد الله يتساهل الناس يتساهل كثير من الناس في الاحتراز عن آفات اللسان وعن غلوائه والحذر من مصاينه وحبائله وإنه لأعظم آلة للشيطان في استغواء الإنسان وما من شيء إلا ومدخله من اللسان وما من شر إلا ومدخله من اللسان فسلسلة شروره لا تنتهي منها كلمة الكفر كما قال الله عز وجل ومنها الكذب ومنها النميمة والغيبة ومنها القذف واللعن والسباب والطعن في الآراض والأنساب والتفاخر بهما واتهام البريء واتهام البريء ونشر ونشر الفاحشة في الناس وإشاعة الفاحشة في الناس ونشر الإشاعات والجدال بالباطل ونشر الأقائد الباطلة ونشر الأقائد الباطلة والأفكار الهدامة ونشر البدع والخرافات والقول على الله بلا علم والوعود الكاذبة والأغاني الهابطة وغير ذلك من المصائب والدواهي عباد الله لذلك جاءت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محذرة من آفات اللسان وحاثة على قول الخير أو السمت وفي السهيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وعند الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبت نجا وعندهما أيضا من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا فقلت يا رسول الله يا رسول الله أوأنا مؤاخذون فإنا مؤاخذون بما نتكلم به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حسائل ألسنتهم وإلا الطبراني من حديث الحارث من هشام رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بأمر أعتسم به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم املك هذا وأشار إلى لسانه وأخرج الترمذي من حديث أقبة بن عامر رضي الله عنه قلت يا رسول الله قال قلت يا رسول الله من نجاه قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وأخرج التبراني وغيره بإستاذ صحيح من حديث أسود بن أسرم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوسني قال تملك يدك قال فماذا أملك إذا لم أملك يديه قال تملك لسانك قال قلت فماذا أملك إذا لم أملك لساني قال لا تفسد يدك إلا إلى خير ولا تفك لسانك ولا تقل بلسانك إلا معروفة وقد سعى لسفيان ابن عبد الله اثناء في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا أخرجه التربذي وابن ماجا وأخرج ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تزال سالما ما سكت وإن تكلمت كتب عليك كتب لك أو عليك وأخرج الطبراني وغيره عن شقيق ابن سلمة قال لبى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على الصفا ثم قال يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم في لسانه وعلى أمير المؤمنين أم ربن الخطاب رضي الله عنه قال من كثر كلامه كثر سقطه من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به ذكره ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طويل السمت قليل التحك أخرج الإبام أحمد في مستده من حديث جابر بن سمرة من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد وصف هن بن أبي هالة منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل السكوت لا يتكلم من غير حاجة يفتتف الكلام ويخدمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوابع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير أخرجه التربذي في الشمائل أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم فاستغفروه إنه هو الزمن يموت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي 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 ومن تركو أن يكون حديثي بابو شكره حديثينا ومن مصنعي ومن الوقت بلانا ومن المصنعي هامي بابو ولي شره فحي هم كانت مجرعة حديثي لاي فقفك مينيه وأن دسكي فاروه حديثي مع سيبينيوه ومركافري اشتركوا في القناة 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 شكرا وَنَنَا هَرِيشي دَشِي سِكِي أَمْفَالِي وَنَعَلِيلا وسُوَأَكْ قَوَأَكْ قَدَ لَبَنْزَح وَنَنَا سَكِي دَوْكِدَ إِنْنَا بَاتَنسِي دَوْكَ تَرْبِيرَ الْأُمْمَةِ وَنَسِكِي أُنْ سَدَاءُ وَنَعَنِنُونَ صَحّابًا أَنْلَى وَنَسْمَكَ كَيْتَىٓ الفرم Greek اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النبي قد يتقع على رضاً أولاً قد يمكن أن يتحقي فيه قد يمكن أن يتحقي فيه يمكن أن يكون مفيداً بأن الجدد عقبت أحيث دام وحبك جميعاً يمكن أن يكون المعرمى أمس كيف رسولي لأنما يكون ورحمة لأن بجد أن نبيه يمكنني الرحمنية فيه من النبي다고 أيتم شكر ونبيت ترجمة نانسي قنقر 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 السلامة